تفاول كبير يسود الشارع الحضرمي بعد إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ما الذي أمله الشارع هنا؟ من أن يعمل عليه المجلس خلال الفترة الراهنة؟ ما هي الآمال والطموحات؟ وما هي المخاوف أيضا؟ هذه الأسئلة وقيلها سنسمع إجاباتها من مواطنين من الشارع في الميدان في هذه الحلقة الخاصة من برنامج عين على حضر موت سنتثقي هنا بمواطنين السلام عليكم وعليكم السلام شكرا مباركو العام بارك فيه إن شاء الله أي شيء تتوقع أنه يعمل المجلس رئاسي؟ أي شيء تأمل أنه يعمل؟ بإذن الله يعمل نفتة في البلاد ويصلح لوضاع وحياة الناس أصبحت صعبة الآن معيشة صعبة وإن شاء الله يعمل نقلة نوعية في أسعار العملة وفي معيشة الناس وإن شاء الله نتمنى خير إن شاء الله المجلس الرئاسي وعلى قتصادي والعملة تشوف أنها أول شيء من كلها؟ هذه العملة أول أساسيات للحياة الآن الناس يعيشها أصبحت نكدة ولا تطاق في البلاد فإن شاء الله المجلس الرئاسي هذا أغلب كوادره جاءت من الميدان ومن معاناة يعني زي الرئيس عدروس بن قاسم زبيدي حفظ الله يعني جاء من معاناة ومن صلب الأرض هذه ومن معاناة الناس إن شاء الله يكون هو يعني يكون هو النهضر للناس ولا هنا في حظره موت أشي اللي تأمل الناس أو تتوقع أنه يتحقق لها والله يعني يتمنى يعني خير والناس متفائلة جدا من المجلس الرئاسي وزي ما قلت لك يعني أمشي الأسعار هذه الناس الآن تفكر بها والمعيشة وإن شاء الله نعمل خير إن شاء الله منهم بإذن الله أنا أشكرك يعطيك العافية أضاي سلمك مشاهدينا بتواصلين معكم ما زلنا في الحديث عن الله يعطيك العافية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة واتن باركة كل عام على أنا وعليك يعود عليك إن شاء الله أنت الآن أنت الآن كمواطن أيش اللي ممكن إذا عملوا المجلس الرئاسي تقول والله عمل صح وإذا ما عمله تقوله لا هذا ما عملوا حاجة أيش اللي تأمل أنهم يعملوه الآن والله نحن نعمل فيهم الخير من ناحية أنه لما شفنا عدروس الزبادي الرئيس فخامة الرئيس أنا أقولها صراحة نحن كشعب جنوبي مع فخامة الرئيس عدروس الزبادي لو لا الله ثم عدروس الزبادي في هذا المجلس نحن ما نحن متملين خير نحن ما نحن متملين خير لكن نقول إن شاء الله دام إنه عدروس الزبادي في المجلس نحن معك يعيد روس الزبادي وسير والقافلة إن شاء الله تمشي للإمام والكلاب تنبح قفانا ما لكم ما لهم مشي وخلي الكلاب تنبح ويطبلون ونحن معكم ايش اللي تأملوا بعيدا عن الشخص صناعا ايش اللي تأملوا ان المجلس يحلى في الجانب الاقتصادي في جانب الخدمات والله نحن نحن السراحة نتفاعل دائما نتفاعل لكن نحن نقول دائما ان السرقعات هم موجودين من حولهم من حول المجلس الرئاسي هذا ايوه في الحكومة وناس فاشلين اصلا يعني زي الشطراني يلعبون بنحن شطراني هذا وزير فاسد نزلوه من الوزارة الفلانية طرحوه سفير هذا مش يعني تقول كأنه لعب شطراني ما حد تاني شكرا لك شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ايش اللي تأمل انه يعمل عليه المجلس الرئاسي نحن تأمل فيهم كل خير فليمل كلها شرقة من شمالها لجنوبها فكلهم نظرتهم للمجلس الرئاسي هذا فإن شاء الله يكون فيهم خير للبلاد واليمن وهذا اللي تأمل فيهم نحن ايش اللي تأمل انه يعملوا يعملوا على تحقيقها الآن نحن ودنا اللي حين هو شيء للعملة انه وحده العملة ويا الداخل المواطني يكون شوية في تحسن في الداخل المواطن انه الراتب المواطني ما تكفيهم الحين في الوقت الحاضر زي ما انت شايف راتبهم ثلاثين وربعين وخمسين ما تكفي المواطن فقول لعرفت البترون الحين اللتر البترون تدب البترون حوالي فوق العشرين الف فما تكفي للمواطن الا الراتب المواطن في الوقت الحاضر يعني انت تطالب انه اول خطوة تحسين العملة وخفض اسعار الوقود هذه اول خطوة هذه فالثانية خطوة نتمل فيها من ان يكون ينذروا للمواطن يشوفوا معيشة المواطن المواطن يعني في حالة لا يلثها لها والله العظيم السلام شكرا لك الله يعطيك العافية متواصلون معكم مشاهدين الكرام يا حاج السلام عليكم السلام عليكم سلام الله خواتم باركة كل عام جميع يا رب علينا عليكم تأملون من مجلس قيادة المجلس الرئاسي انها تحول كثير من المساكل نعم باذن الله عز وجل لانا الان اجتمعت المكونات اليمينية كلها بما فيها كلها المكونات السياسية اجتمعوا على طاولة وحدة واتحدوا والمجلس الرئاسي مكون من كل المكونات الان فنسأل الله عز وجل ان يكون الألفة بينهم وانتفقون يشوفون حل الشعب الموادر الآن بدأ الصرف الريال اليمني يتعافى شوية وبرضه يعني ننوجه رسالة من هذا المنبر ومن قناتكم هذه للتجار التجار الموجودين هنا نبقاهم ينقصون الأسعار لأن الصرف نزل والسعر نزال تحصل المواد الغذائية سعرها كان ويام الصرف كان بربعمية وكسور لا زال نفسه والصرف اليوم مئتين وكسور هذا شيء غير مقبول فنسأل الله عز وجل أن تكون هذا بوادر خير فإن شاء الله أنها بادر تخيله وأن الناس متأملين خير وشهر رمضان هو شهر خير وبركة بإذن الله أن من هذا الرمضان يكون رمضان نصر وتمكين وعز لليمن ولكل الوطن العربي أنا أشكرك جزيزي الشكر يعطيك العافية الله يسلم السلام عليكم السلام ورحمة الله اللوات مباركة علينا وعليك تقبل الله من نومين صلى الله عليه العمال كيف الأسعار يا حاج في رمضان؟ والله أسعار غالية وضع البلاد وضع البلاد مجلس القيادة الرئاسي أي شيء اللي تأمل أنه يعمل عليه المجلس هذا كيف تتحسن أوضع الناس؟ نحن نأمل على القيادة الجنوبية في الأول والآخر شهر كيف معنا مجلس انتقالي ومعنا الرئيس شهر كيف وكنا مأملين آمل كبيرة عليهم شهر كيف لكن الآن دخلوا في شراكة وخايفين يرجع نفس الوضع الأولي دخلنا في وحده وفي شراكة وانقلبوا علينا والآن نخاف أن يرجع نفس الوضع الأولي إن شاء الله ما يحصل شيء من هذا لكن أي شيء اللي تأمل أنه الآن مجلس القيادة الرئاسي يعمل عليه سواء في الجانب الاقتصادي في الجانب الخدماتي والله المطلوب أولا شهر كيف إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية هذا أولا شهر كيف إذا صلاح الأمن صلاح الاقتصاد ما دام الآمن مختل الاقتصاد مهتز بها يبقى هكذا أول يبدعوا بإصلاح المنظومة الأمنية الجيش يعني مسألة المعرفة والمحسوبية هذا يخلون إحنا منها في ناس كفاءات عسكرية من أيام دولة الجنوب وموجودين ومستعدين يقدموا وفي ناس كفاءات من أبناء الجنوب الآن في الوضع الحالي اللي نحن فيه خريجين جامعات وخريجين ثانويات وناس عسكرية وقيادة وأثبتوا في هذا البلد أثبتوا شاهدت كيف قدرتهم وكفاءتهم على القيادة لكن همشوهم مهمشين قيادات كثيرة مهمشة نحن نأمل أنه يستوعبوا الناس هذيلة ويقوموا بتنظيم الصفوف أول العسكرية والأمنية بعدها بايصلح الوضع إن شاء الله الجانب الاقتصادي إذا صلح الجانب الأمني بايصلح الجانب الاقتصادي ما دام الجانب الأمني مهزوز الجانب الاقتصادي مهزوز الأمن سياسة الأمن سياسة الأمن الآن عندنا مهزوز الأمن الداخلي الشرطة وهذا يعني أقسام يعني أيش نقول نسأل الله السلامة شاهدت كيف القضاء قضايا الناس عندهم من سنتين ومن ثلاث سنين ومن خمس سنين ومن عشر سنين شاهدت كيف ونحن كل يوم مجلس أو قيادة المجلس الرئاسي قادر على معالجة مثل هذه المشاكل في وقت خصير؟ ما أظن يحتاج وقت يحتاج وقت إذا صدقت النيات من الكل إذا صدقت النيات من الكل وما أظن أنهم لا في ناس في ناس مندسة في ناس مندسة في المجلس في المجلس في ناس مندسة وفي ناس تحسب حسابات ثانية أنا أشكرك يعطيك العافية متواصلون معكم مشاهدين الكرام السلام عليكم كل عام وتبخير نعم طيب جامع أنت كمواطن إيش اللي يأمل الناس هنا أن تعمل عليه قيادة المجلس الرئاسي حتى تتحسن أوضاع الناس والله أولا في خدمات الخدمات أولا الخدمات هم حاجة الخدمات تحسن الخدمات في البلاد المواطن بيتحسن يعني وضع الحدمات معيشة والكهرباء هذا هم حاجة الكهرباء في المحافظة العملة بدأت تتحسن بدأت تتحسن لهم يعني أنت شايف أنه العملة ووضع الخدمات هو أهم شيء بالنسبة لك هم شيء وضع الخدمات الكهرباء هذه الخدمات أهم حاجة أهم الخدمات اشتركوا في القناة وعن أمالهم وعن تطلعاتهم وما الذي يأملون أن يعمل عليه أو تعمل عليه قيادة المجلس الرئاسي في الوقت الراهن نحن الآن في الشارع في مدينة المكلة نواصل الحديث مع مواطني لنسألهم أكثر حاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الذي تأملون أن تحققه قيادة المجلس الرئاسي الآن في ظل هذا الوضع الصعب طبعا أولا نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحققه طمعا شيئا جميلا لهذا البلد البلد مرت بأزمات مرت بانقطاع في التيار الكهرباء مرت بحروب مرت بكل ما نعانيه بأسوأ بأسوأ مأساة إنسانية على مستوى العالم يعني اليمن كان يعني عرض أهل للتشريد عرض لكل شيء لكن الآن إن شاء الله تكون هذه القيادة الرشيدة أنها تنهض بهذا البلد وتنظر أيضا إلى مستقبل أبنائنا وأطفالنا الذين يش الذين يطمحون لأنه يكون له طبعا دور فعال في هذا المجتمع وإن شاء الله يعني يراعون الناس يعني في هذه المسائل يقدمون العيشة الطيبة للناس طبعا من ناحية أرزاقهم وسكناتهم فالناس الآن يعانون طبعا من الوضع المعيشي الراهن طبعا سواء كان من انقطاع في التيار الكهربائي أو في أزمات الغاز أو في ثقلت عليهم المعيشة طبعا لا بد أن يراعون هذه المسائل ويعني يراعون الناس فإرحموا من في الأرض يعني يرحمكم من في السماء وهذا طبعا يتجزد طبعا في دور الراعي لأن الراعي مهم جدا في الراعية وإن يصلنا وقاله قال كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعيته ومن مات وغاش لرعيته حرم الله وعليه الجنة فلا بد يحط هذه المسائل سواء كان طبعا المجلس الانتقالي أو أي حزب سياسي يحكم هذا البلد لا بد أن يراعي الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب الذي عانى هذا الشعب الأصيل المسلم الخير الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الإيمان يمانا والحكمة يمانية هذا لا بد طبعا شكرا جزيلا السكر يعطيك العافية متواصلين معكم مشاهدين الكرام لنعرف أراء مواطنين أكثر السلام عليكم نعم ورحمة الله وبركاته السلام وخير كل عام وترحيل كنت طيب بإذن الله ما الذي يأمله الناس في حضر موت من قيادة المجلس الرئاسي الجديد والله كمواطنين نأمل كل الخير نأمل طيء المرحلة الماضية من صراعات بين القوى السياسية في اليمن بشكل عام وتوحيد الرؤية المستقبلية لتخطي كل الصعاب ولتخطي كل العوائق الماضية من أجل وتغليب مصلحة البلاد والوطن تتوقع أي شيء اللي ممكن أن تعمل أو أي شيء اللي تأمل أن تعمل عليه قيادة المجلس حتى الناس تحكم عليها أنه فعلا عملت أشياء صحيحة وفي أشياء إذا ما عملت الناس بتحكم عليها أنه ما قدر التعالج هذه المشاكلة والله يعني بعيد عن السؤال شوية كرأيي الشخصي في موضوع التكوين المجلس السياسي بصراحة هو عبارة عن إعادة تدوير بكل صراحة المجلس عبارة عن إعادة تدوير لجميع الشخصيات في صناعة القرار الماضي لكن إن شاء الله فوق ذلك نأمل خير ونلتمس خير في تغليب مصلحة البلاد شكرا لك يعطيك العافية أتقل هنا بشاب آخر أو بمواطن آخر السلام عليكم السلام ورحمة الله أي شيء يتأملون من قيادة المجلس الرئاسي الجديد؟ والله نام من المنجسة نهانية يعني يقوم للشعب لأن الشعب يعيش يعني في ظروف صعبة للغاية ولا يستطيع بظروف زي الكاهرباء زي المواد الغذائية زي الأسعار يعني بلغة لكن في ظروف المواطن إن شاء الله نام من المجلس أن يعاني الشعب من هذا الظروف وأن يقدم لمستوى خدمة وأن يساعد في مستوى ظروف المواطنين التي يعيشون بها في اليمن أنا أشكرك يعطيك العافية أي شيء يتأملون من قيادة المجلس الرئاسي الآن أن يعملون عليه أو أن يحققوا لكم بصراحة نتفائل لا نتشام لا العلم عند الله ليش لا أنت متفائل ولا أنت متشام ليش يا أخي يدورهم نفس المسؤولين السابقين في اليمن تدوير تدويل ما أحد جديد كده ما أحد ناس يعني جدد نتفائل فيهم خيرا أولو كلهم لوثين شكرا لك حاجة نتقل الآن لحاجة السلام عليكم عليكم السلام عام وتب خير السلام وأنت طيب كيف أوضاع الناس الآن في رمضان أوضاع متردية بصراحة متردية أش اللي تأملون من المجلس الرئاسي الجديد الآن طلبات المواطن كثيرة جدا يعني معرؤوا منها مثل الكهرباء مثل بهاد غذائق خلافية نار مثل مضطفين بالرواتب وأشياء كثيرة هذه مشاكل تأمل أن المجلس الرئاسي يعمل على حلها يعمل على حلها وحلول كثير بشلة لها لأنه في مشارع مشارع في الجمهورية كلها الله يعطيك العافية شكرا لك السلام عليكم منطق المواطن آخر السلام عليكم عليكم السلام عليكم كل عام وأنتو بخير كل عام وأنتو بخير كل عام وأنتو بخير أي شي اللي تأملون أنه قيادة المجلس الرئاسي الآن تعمل عليه خاصة في ظل الظروف الصعبة للناس والله يتركزوا على الاقتصاد وعلى حياة المواطن ونزال المواد النفطية يعني من الالتفات للمواطن وخدماته بشكل عام ما هو كزي الأولين يعني الواحد يجلس له شوية في معاشق وبعدين يرجع على الرياض ويخرجوا بر الدولة ومضايقين وتعبانين هذا كلام معادي يقبل منهم يعني ترى أنه الناس ملت وخالها وصلت حد لا يطاق الناس في وضع يعني تعبان الناس يعني بس ما حصلوا مني يصرف عليهم لما يوكلوا وقت الساحة ولا با يخرجوا للشارع بس كل إنسان في بيته ما عادي يبغى الناس يعرفوا كيف حاله هذا أكثر الناس متعففين داخل البيوت فالإنسان يعني المسؤول يحط نفسه مكان الإنسان ما هو خلاص وصل على ظهره لما الكرسي هذا ولا عاد عرف يعني بأي شي الخطوات اللي ممكن يعملها المجلس الرئاسي وتبدأ الحياة تعود إلى طبيعتها المجلس الرئاسي يقارن نفسهم على الدول اللي جنبه ما عاد فيه خطوات يعني فيه أشياء من الموسع على الأرض يعرف يسويها يعني ينزل العملة هذا الآن نازله يعني إلى كم والسعر مكانهم قارنه بما كانت بـ 400 ألف الآن المواد الغذائية بكم نفس الأسعار لما كان الصرف بـ 400 ألف والسعار اليوم بـ 250 ألف يعني ليش ما يشوه لجنات رقابية على الأسعار ليش ما يعمل لك الآن النفط يعني يتصدر كل يوم بالبحر ويقول لك ما في نفط ما يتصدر نفط ليش وين يروح هذا كله وين يروح هذا السؤال هنا لما يقول لك يشد مطلوب من المجلس الرئاسي مطلوب من الحكومة قبل المجلس الرئاسي معين عبد الملك ايش عمل من يوم طلع لليوم هذا السؤال بحد ذاته كلها صعوبات وكلها يعني أشياء يجد أن الحكومة ممكن تكون عائق أو عامل مساعد للمجلس الرئاسي إذا ما تم تعديلها الحكومة يعني ايش عملت من يوم طلعت لليوم حكومة ضعيفة حكومة يعني وراء المصالح الحكومة وراء المصالح وراء مصالحها الشخصية من يوم طلعت لليوم هم تبع الأراضي يشوفون وين الأرضية الحسينة وين الأرضية الثانية نازم تعديل جذري يا أخي يحطون نفسهم مكان المواطن هم مواطنين أصلا قبل أمس كلهم ضباحة هذولا منين طلعوا لما الآن الواحد يعني يتفشخر ويشوي عمره ونحن بالصلح بيصلح منين إذا ما في موارد تخرجها من البلد معروفة خرجت ودخلت ويصلح من التحالف منين هذي إذا ما صلح من هنا منين بيصلح إلا الموارد ما خرجت صدرت ودخلت مرة ثانية منين بيصلح لما يقول لك بقى نصلح بقى نصلح الضرائب إذا ما يعني ركز على الضرائب كان لها حسين معروف أما خلاص يعني بالصلح وعود كلها وهمية الناس تعبت يا أخي الناس تعبانين والناس يعرفوا كلهم هذولا وانت تقابل الناس في الشارع وتشوف حالهم يا أخي الناس تعبانين هذا ما حبينا نقوله ما حبينا يعني ونتمنى لهم التوفيق الأمانة لكن كل شيء يعني بالعقل والمنطق ما هو خلاص يعني أنا بصلح وأنا بسوي والأمور كلها فالت ما هي صوى بالفعل بالفعل أشكرك أوضاع الناس صعبة جدا الأمال معقودة على مجلس الكيض الرئاسي أن يحل مثل هذه المشاكل خاصة الوضع الاقتصادي المتردي جدا السلام عليكم وعليكم السلام كل عام وتو بخير وانتم بخير إن شاء الله يا رب أي شي اللي تأملون إنه من المجلس الرئاسي الجديد الآن أن يعمل على تحقيقه وانا نتمنى منه يعني نقص الأسعار أسعار مرة مرتفعة بالموضة الغذائية والملابس حق الأطفال يعني بكل شيء احنا نتمنى يعني الوضع يتصلح للأطفال متفائلون بتشكيل المجلس الرئاسي؟ ايه والله الصدق يعني أكيد واحد يتفاعل بالخير حصل تغييرات شوية حاجات بسيطة عشان كده متفائلة كثر شكرا لك الله يعطيك العافية السلام عليكم وعليكم كل عام وتو بخير كل عام وتو بخير وصحة وعافية إن شاء الله وشهر مبارك علينا وعليكم ما الذي أمله الناس الآن من تشكيل غيادة المجلس الرئاسي الجديد خاصة في ظل الظروف الصعبة الآن التي يعشفوا والله أنا أتمنى من غيادة المجلس هذا أن ينقلنا إلى مرحلة انتقالية طيبة أفضل من الوقت السابق في السبع السنوات اللي مرت علينا سبع عجاف ونتمنى أن تكون الآن تعود علينا في سبع سنين ثانية سبع سمبلات خضر يكفي من السبع سمبلات اللي يابسات اللي مرت علينا ونعمل فيهم الخير ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في استمرار المجلس والتوافق في آراءهم وقراراتهم تكون بشكل واحد وموحد وخروج الإيمان إلى بر الأمان إن شاء الله أنا أشكرك شكراً على هذا التفاؤل ألتقي أيضاً بمواطن آخر هنا لأسأله عن ما الذي يأمل من كيادة المجلس الرئاسي أن تعمل عليه إيش اللي تأملون من المجلس الرئاسي الجديد أنه يعمل عليه أعمل بالجتهاد أنه يعملوا بخلاص إيش اللي تعانون منها وتأملوا أن المجلس يعالجها الأسعار والتردي الخدمات الصحية والطب وكل شيء الشوارع والسرقات برضو زادت في الأمان نحن نتأمل فيهم خير إن شاء الله وربك كريم أنا أشكرك أعطيت العافوة ألتقي هنا أيضاً بمواطن آخر السلام عليكم وعليكم السلام وينتبه خير ما الذي تأملون أن تحقق قيادة المجلس الرئاسي الآن أو ظل هذه الأوضاع الصعبة أولاً نشكر قناة الغد المشرق على هذه المقابلة الكريمة إن شاء الله نتفاعل خير من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور رشاد العليمي وإن شاء الله إلى الأفضل وزي ما يقول المثل تفاعلوا بالخير تجدوا إن شاء الله نتمنى من القيادة الحكيمة الرشيدة توحيد العملة وتحسين مستوى الوضع المعيشي للمجتمع اليمني شمالاً وجنوباً وتحقيق الأمن والاستقرار والرجوع إلى ما قبل 2012 أو 2010 إن شاء الله تعالى في الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي إلى المواطن في شمال اليمن وجنوبه إن شاء الله تعالى إن شاء الله نتحقق ذلك أنا أشكرك جزيلاً الشكر مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عين على حضر الموت قدمناها لكم من الميدان استمعنا لأراء مواطنين كثر عن ما الذي يأملون أن تعمل عليه كيادة المجلس الرئاسي الجديد ما الذي يأملون خاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي حتى حلقة جديدة وماضيع أخرى من حضر الموت دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر